مساء الخير أصدقائي تحياتي للجميع رح نتناول مواضيع ومعلومات هامة جدا بهذا الفيديو كجزء من حزمة المساعدات التي وفرتها الحكومة الألمانية تحت ما يسمى الانتلاستونكس باكيت تم تخصيص مساعدة قدرها 3000 يورو وتاريخ بدء منح هذه المساعدة هو الـ 26 من شهر أكتوبر الحال يعني بدأت هذه المساعدة ابتداء من يوم أمس وستنتهي صلاحية هذه المساعدة في يوم 31 من ديسمبر من 2024 هذه المساعدة هي عبارة عن اقتراح لأرباب العمل والسماح لهم بإعطاء موظفيهم مبلغ قدرها 3000 يورو لمرة واحدة كمدفوعات تسمى علاوة التضخم هي ليست إجبارية ولكن الحكومة الألمانية تقول لأرباب العمل من أجل تشجيعهم على صرف هذه العلاوة اعطوا موظفيكم هذه العلاوة وستكون غير خاضعة للضريبة ولا للضمان الاجتماعي ولا للتأمين الصحي يعني تخصص 3000 يورو الموظفين يحصلون عليها كاملة بدون أي استقطاعات ومن حيث القانون يمكن لكل الموظفين أو العاملين سواء بدوام كامل أو دوام جزئي أو حتى من يعمل أوسهلفة أن يحصلون عليها إن وافق عليها أرباب العمل وهناك شروط عند صرفها وهي مثلاً لا يتم اقتطاعها من مكافأة أخرى ولا تؤثر على الترقيات يعني رب العمل الذي يعطي موظفيه هذه المساعدة مساعدة 3000 يورو يجب عليه أن لا يتلاعب بالأمر ويقتطع من مساعدات أخرى أو من مخصصات أخرى مثل الفيناخس جيلد أو الأورلاوب جيلد وإلى آخره من المخصصات الباقية الموضوع الآخر أصدقائي الفصيل اليساري بألمانيا بوقت سابق طلب من الحكومة الألمانية أن تعطي معلومات عن عدد اللاجئين للأطفال القصر الذين أتوا إلى ألمانيا وحدهم وحصلوا على الإقامة بعد أن تم رفضهم لماذا طلب معلومات عن هذه الفئات؟ لأنه لما يأتي لاجئ ويقدم على الإقامة ويأتي رفض ولاحقا يحصل على الإقامة تكون مرة سنين طويلة وهذا الشيء صعب جدا على القصر الحكومة الألمانية استجابت لطلب فصيل اليسار وتبين نتيجة ذلك أنه بعد عام 2018 تم منح الحماية الفرعية لـ 15 ألف لاجئ قاصر كانوا قد تم رفض طلب لجوءهم ببداية المطاف وهم طعنوا ولاحقا حصلوا على حق اللجوء أو حصلوا على الحماية وهذا الرفض بالنسبة للقاصرين يعني صعوبة شديدة بلم الشمل وأوقات انتظار طويلة جدا جدا نتيجة لهذا الأمر أثير موضوع لم الشمل على صعيد أوروبا وتدخلت محكمة العدل الأوروبية بشهر آب أغسطس الماضي وطلبت من الحكومة الألمانية أن تغير من سياساتها بموضوع لم الشمل وقالت أن إجراءات ألمانية بلم الشمل هي إجراءات غير قانونية والهدف كان تغيير قانون لم الشمل بحيث اللاجئ القاصر أو الطفل يتم تسريع معاملة لم الشمل وعند إجراء المعاملة التي قد تستغرق وقت طويل أحيانا يكون اللاجئ الذي كان قاصر يكون بسن البلوغ بعد ما تكتم المعاملة ويسقط حقلا من شمل الهدف هو أنه يكون حقلا من شمل ساري حتى لو بلغ الطفل أو اللاجئ الحكومة الألمانية الآن تجري تعديلات لكي تتناسب مع تفسير محكمة العدل الأوروبية والتعديلات كلها ستصب بمصلحة اللاجئين بشأن تسهيل وتسريع عمليات لم الشمل الموضوع الآخر أصدقائي عملية التخريب التي حصلت بالشهر الماضي لخطوط الأنابيب الروسية نورد ستريم واحد ونورد ستريم اثنين هذه الخطوط تزود ألمانيا بغاز رخيص بشكل مباشر من روسيا إلى ألمانيا حتى الآن لم يتم الكشف من تسبب بالتفجيرات وتم إلقاء اللوم على مجهولين وتبين لاحقا أنه نورد ستريم واحد تدمر بالكامل ونورد ستريم اثنين يتكون من أمبوبين فقط أمبوب واحد تعرض للتخريب وبقي أمبوب واحد شغال قادر على ضخ الغاز الروسي إلى ألمانيا وهذا ما تطلب الآن روسيا من ألمانيا في ألمانيا هناك حزب اسمه حزب الافدي وهو الحزب اليميني بالبرلمان الألماني كمحاولة منه لاستمالة الشعب إليه طلب من الحكومة الألمانية طلب منطقي وهو بما أنه الآن أزمة غاز والكثير من الناس يدفعون أسعار عالية ثلاثة أضعاف وأربعة أسعار وأربعة أضعاف للغاز والصناعة الآن متضررة بسبب غلاء الغاز لماذا لا تفتتحون خط نورد ستريم اثنين الذي تم الانتهاء من إنجازه بنهاية العام الماضي أو بأكتوبر من 2021 الحكومة جاوبت حزب البديل وقالت له أن الخط الذي تم الانتهاء منه بأكتوبر الماضي يعني قبل عام من الآن لم يحصل على الموافقة والترخيص اللازمة لإفتتاحها وطبعا هذا الخط أصدقائي كانت ترفض أمريكا وتظهر على ألمانيا من أجل أنه لا تشغل خطوط الغاز الروسية ومن ناحية أخرى الحكومة قالت نحن لا نصدق بالرواية الروسية وهذا يعني أمر غريب جدا أنه الرواية الروسية تقول نورد ستريم اثنين عبارة عن أنبوبين الحكومة الألمانية تقول لا نصدق بهذه الرواية ونورد ستريم واحد كله محطم ولا يوجد أنبوب محطم والأنبوب اللاخ شغال ولكن أثيرة هذه الإشاعة من أجل الضغط على الشعوب يعني من أجل أنه الشعوب تضغط على الحكام لتغيير العلاقات مع روسيا الموضوع الآخر أصدقائي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يفجر مفاجأة خطيرة جدا هذا اليوم وقال خلال اجتماع مع روساء الأجهزة الأمنية والأجهزة الخاصة لرابطة الدول المستقلة قال أن الأسلحة الغربية المتطورة التي يعطيها الغرب إلى أوكرانيا الآن تباع بالسوق السوداء وتكلم بوتين عن أن الأسلحة بالسوق السوداء هي خطيرة جدا وهي ليست مجرد بنادق ومسدسات وصواريخ عادية بل منها ما هو متطور جدا مثل المضادات الجوية التي تهدد الملاحة الجوية العالمية ويأتي بيانا الرئيس الروسي بعد أن حذر ممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة من أنه أوكرانيا بها فساد إداري كبير وهذا الفساد جعل الأوكرانيا بيعون الأسلحة الغربية المتطورة إلى السوق السوداء بشكل كبير جدا جدا و70% من الأسلحة تذهب للسوق السوداء بدل أن تذهب إلى الجبح والأمر يشكل خطر عالمي كبير خصوصا وأن القادة الغربية بأنفسهم قالوا أن هذه الأسلحة لا يمكن تتبعها بعد إرسالها إلى أوكرانيا أوكرانيا تنفي الأمر وتصر على أنه التدفق المستمر للأسلحة الغربية هو السبب بصمد أوكرانيا بالمقاومة ضد الاحتلال الروسي من ناحية أخرى يقول الإعلام الروسي أن محطة CBS الأمريكية نشرت هذه المعلومات يعني المحطة الأمريكية هي من قالت أنه 70% من الأسلحة يذهب للسوق السوداء وتعرضت بعد هذا الخبر لضغط كبير وعملت مسح للخبر والآن عند النقر على الخبر يظهر page not found أو الصفحة غير موجودة الموضوع الأخير أصدقائي وفقاً لوسائل الإعلام الحكومية الصينية فأن السلطات في مدينة شانغهاي الصينية طورت لقاح جديد لكورونا وهذا اللقاح يختلف عن اللقاحات الأخرى الموجودة بالصين والموجودة بالعالم بالصين هناك لقاح عادي وهناك لقاح يعني شرجي ولكن هذا اللقاح الجديد تم صنع لأجل تشجيع جميع التلقيح به وهو لقاح الشم أو لقاح البخ يتم بخ محلول اللقاح بكأس ويعطى الشخص الكأس لكي يستنشقه ويقال أن هذا اللقاح الجديد سهل لاستخدام فهو يقوم على استنشاق اللقاح وأخذ نفس عميق من اللقاح وحبس يعني النفس لمدة خمس ثواني بهذه الخمس ثواني يتم عمل أو تفعيل اللقاح بصدر الإنسان أو برئة الإنسان وحسب السلطات الصينية فإن هذا اللقاح الجديد يتم إعطاء فقط للملقحين بجرعات سابقة كمعزز مناعي والسلطات الصينية أقنعت الناس بأن رذاذ اللقاح عندما يدخل الرأي يحفز الجسم على مقاومة الفيروسات وينظفه من الشوائب المجر، هنغاريا، ماليزيا، والأرجنتين، والمكسيك أجروا تجارب سريرية على هذا اللقاح الصيني وحتى الآن لم تشارك أي دولة نتيجة تجاربها السريرية هذا الموضوع وصلنا للنهاية إن شاء الله تكونوا استفادية والتحياتي لكم مع السلامة